استنفاذ الوسائل السلمية والسياسية لإخراج ميليشيا الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن دعا الحكومة اليمنية للإعلان عن ذلك رسمياً والإعلان عن انطلاق عملية عسكرية للسيطرة على هذه المدينة السحلية الواقعة على البحر الأحمر وفي بيان اللهات تهمت الحكومة ميليشيا الحوثيين بتحويل ميناء الحديدة إلى ممر لتهريب الأسلحة الإيرانية لقتل اليمنيين إثر إعلان الحكومة أطلقت قوات جيش اليمني بإسناد من التحالف العربي معركة استعادة السيطرة على مدينة وميناء الحديدة وبحسب مصادر عسكرية فأن عمليات برية واسعة النطاق معززة بغطاء جوي وبحري من التحالف بدأت بالزحف صوب مدينة الحديدة وباتت تبعد بضعة كيلومترات عن مطارها تزامنا مع أجواء الحرب هذه غادر موظف المنظمات الدولية والأممية مدينة الحديدة مصدر ملاحي في ميناء الحديدة أكد أن موظفي المنظمات الدولية غادروا المدينة عبر الميناء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين ويتهم التحالف ميليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة للحصول على أسلحة مهربة من إيران ويرى التحالف أن الانتصار في هذه المعركة قد يؤدي إلى تسوية للحرب وإجبار الحوثيين على الجلوس إلى مائدة التفاوض ويعيش حوالي ستمائة ألف نسمة في المنطقة الأمر الذي استدعى تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في مدينة الحديدة بالهجوم عليها ومن فقدان حوالي مائتين وخمسين ألفا من سكان المدينة كل شيء إن لم يفقدوا الحياة اشتركوا في القناة